في ظل توتر والتباس بالعلاقة ومضيها نحو القطيعة بين الحكومة والمبعوث الأممي مارتين غريفتس واتهام الحكومة للمبعوث بالإنحياز لطرف الحوثيين تعود التحركات الدولية لبحث إمكانية إعادة المسار السياسي جلسة أخيرة لمجلس الأمن ناقش تطورات الأوضاع في اليمن استمع فيها إلى إحاطة جديدة لمبعوث مارتين غريفتس وإحاطات كل من وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية مارك لوكو والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي إحاطة غريفتس الأولى بعد مقاطعة الحكومة الشرعية له وبعد عودة التعامل المباشر بين الجانبين إثر وصارة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية روزماري ومنحها ضمانات شفهية للرئيس هادي بعدم حدوث أي تجاوزات تعيق مسار السلام لكن التهديد القائم في منطقة الخليج جراء الصواريخ الحوثية التي وصلت إلى مطار أبهى السعودي كان لها انعكاس آخر في الدوائر الدولية حيث قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش رسالة إلى مجلس الأمن عبر فيها عن قلقه من انعكاسات سلبية للتوتر في الخليج على الأزمة اليمنية مراقبون رأوا أن غوتريش تجاهل الإشارة في رسالته إلى تبادل إطلاق الأسرى وفك الحصار عن تعز وركز على التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق في الحديدة من حيث وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار والانسحابات المتبادلة من مدينة الحديدة الأمم المتحدة وفي وقت سابق طالبت تمديدا ثانيا لفريقها الأممي في الحديدة وهو ما قُبل بالعرقلة من قبل ميليشي الحوثي في منح أذون لدخول الفريق محاولات عديدة إذن لإعادة المسار السياسي الذي لا يبدو أنه يمضي نحو الاتفاق الكلي بحسب مراقبين وذلك جراء العرقلة المتواصلة وعدم إدراك الدوائر الدولية بطبيعة وجذور الصراع اليمني وأسبابه